المزليكة من اجمل الاكلات اللي بتتقدم في المطاعم وسعرها بيكون غالي ولكن هي تعد من الاطباق الاقتصادية اللي بنعملها دايما في اواخر الشهر شكلها حلو جدا وشكلها يفتح النفس ورحتها تجنن المزليكة عبارة عن كبض واوانس الفراخ هنعملها بطريقة حلوة جدا هنجيب طاصة ونحط فيها شوية زيت وقطعتين ثلاثة من اللية لو موجودة عندك مش موجودة عندك هتحطي معلقة كبيرة من السمنة هنفصل الكبدة عن الاوانس وهنجيب الاوانس بتاعة الفراخ ونخسلها كويس جدا مع القلوب ونشيل منها اي تكتلات دموية لغاية ما يبقى شكلها كده ونضيفة جدا هنفضل نشوح فيها لغاية ما يبقى لونها ده بكده فاتح وتاخد تحميرة بسيطة هوريكو شكلها بيبقى عامل ازاي بالشكل ده كده كده بتكون خلاص دخلت في نص السوى بتاعها هندخل عليها كمان الكبدة اللي نكون غسلناها برضو قطعناها وهنشوح تشويح مستمر على نار متوسطة واول ملون هيتغير تماما هنحط معلقتين كبار من الطوم المفروم معلقة كبيرة من هريسة الشطة وهنحط بهارات فراخ او ماجي بودر وكمان معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة وملح وفلفل اسود وهنشوح كويس جدا وهنكون مجهزين بصلة متقطعة شرايح وفلفل الوان متقطعة شرايح طبعا تقدري تحطي فلفل حامي هيخليها طعمها احلى واحلى عايز اقولكم بقى حاجة مهمة جدا لو انت عروسة ودخل على جواز اوعي اوعي تتجوزي غير لما تكوني بتعرفي تطبخي اجمل الاكلات لانه بصراحة اقرب طريق القلب الراجل معدته فلازم تبقي جهزة ومستعدة جدا لكل الوصفات الحلوة اللي تنجز معاك وتشرفك قدام اي حد علشان كده سيبالك وصفات كتيرة جدا موجودة في البايو او في اول تعليق ادخلي شو فيها هتعجبك جدا وهتلاقي فيها كل الوصفات بتاعت المطاعم موجودة بابسط طريقة واسهل طريقة وتقوم يتنفيزيها على طول زي ما انتو شايفين بعد ما حطينا الطماطم اللي بناها وشوحناها حطينا عصير لامونة كاملة وبعدين سبناها على نار متوسطة لغاية مستويت تماما وتقدمت بالشكل ده تنفع معيها بطاطس محمرة او رز ابيض طعمها يجنن وبالفة هنا